هو فعلا كل واحد ليه فايدة خاصة بيه ولكن لما بنستخدمهم مع بعض بتظهر بالإضافة للفوايد اللي خاصة بكل واحد فيهم بتظهر فوايد جديدة خاصة باتحدهم مع بعضهم وإن احنا بناخدهم مع بعضهم وطبعا يعني زي ما لسى الآية الكريمة عيلة يعني الآيات اللي ربنا بتدهلنا لعلنا نتفكر فإن ربنا يذكر سبحانه وتعالى قتين بالاسم ويعطف عليه الزايدون فإن دي يعني لازم نتفكر ونتدبر وفعلا حصل تفكر وتدبر كثير في فوايد التين والزيتون مع بعض لأنهما لما بيبقوا مع بعض بيطلع منهم منتجات أو بعض المركبات اللي بتخلي الخلايا الجسم ترجع تاني وتستعيد شبابها وحيوية لأن العمر الزمني لكل خلية من خلايا جسمنا بتختلف بس بتتجدد فلما بتجدد في وجود المواد اللي طالع من التين والزيتون بترجع تاني الخلايا زي ما ربنا بيقول في أحسن تقبين في الصورة المثلالية فلأن مثلا على سبيل مثال الجهاز الهضمي الخلايا بتاعة المبطنة الجهاز الهضمي بتتغير كل أسبوع فلما هتتغير وأنا باخد التين والزيتون والمواد اللي طالع منهم بتتجدد خلايا جديدة صحيحة يعني هلسي يعني أو صحية غير اللي هي مثلا ممكن تكون كان فيها التهابات